السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نسالف عن هارموني ولماذا هواوي تكذب علينا ولماذا تفعل هذه الأمور سأقوم بكم فيديو مختصر سأعطيكم رأيي لأني أكثر من فيديو سويت على هذا الموضوع و لم أحد اقتنع وهو يأتي لي مسببات وهو يأتي لي ناس تقول انت سقط في شركة هواوي وناس تقول انه انت متفتهم بالتقنية وناس تقول انه اسرع من الاندرويد وناس تقول انه شخص من الناس فلان من الناس عنده كذا مليون فهذا هو تقني يفتهم واحد من المطورين الطيبين اجي قاعد يجرب انه يريد يحصل على نسخة البيتا فالتالي شنو صار اول شي هواوي طلبت منه نسخة من جواز سفر معلوماته تليفونه رغب بطاقة الاعتمان زيان يا هواوي تريد اجدع تطلب من هالأمور كله هذا الشي دوليا اوكي و تقنيا غير مقبول لانه كل منصات اللي من تريد تتبرمج او تطور او اتعدل على كود برمجي او اتعدل على تطبيق او اتعدل على واجهه ما يطلبون منك هذا الشي برنامج تنصب على الويندوز او نسخة للاي او اي اس مثلا بالنسبة لنظام اي او اي اس فعلى نسخة الماك عفوا وتنصبه و انتهي الموضوع تربط حسابك ان انت مسوي حساب المطور و تبدأ تشتغل طبيعا صمم واجهتك تبرمج اتعدل تغير الكودات كلها الامور هذا الشي ما موجود به هواوي هذا الشي ايضا يثير مخاوف الناس او مخاوف المطورين ليش انت قاعد تطلب معلوماتي الكاملة بهذا الخصوص هذا تجاوز على خصوصيته مستخدم اوكي احنا نحشي ان خصوصية موجودة و جوجل و اخيري ولكن كشركة فقط محددة تطلب منك هاي الامور هذا الشي امر جدا مرفوض مع ذلك المطور حتى بالمقالة كتب قال انا ما يخالف مشيت حتى اشوف هذا النظام هل هو فعلا النظام تشغيله لا فاللي اكتشفه بعد ما نصب اول بدايات بالتهيئة للبرنامج فلقى انه المعلومات الاولية للنظام يطلع له هارموني او اس عشرة وهذا الشي انه هارموني او اس هو الفيرجين 2 اللي هي نسخة البيتا فهذا معناته اول شي انه مبني عن نظام الاندرويد عشرة او ما زال يشتغل على بنية الاندرويد عشرة هل هذا الشي يعني انه بعض الانظم يشكوا بيه لا تطور نظامها على نظام اندرويد لا هذا بعدين نسوف نصر لكياب نهاية الفيديو ولكن اللي لاحظة ايضا انتقال ما بين التطبيقات او المتجر او خدمات هواوي ايضا هتلاحظ انه هي خدمات منسوخة من الاندرويد كل الامور يعني مو بس كتطبيق وتنصبها لا كل تفاصيل الديتلس الخاصة بالسيكريب او الكود البرمجي لهذه التطبيقات الواجهة الامور الانتقالية السلاسة او الاخذ اليعازات من خلال هذه الاكواد لانه مثل ما نعرف اي تطبيق لما تضغط كليك عليه او تضغط او تفتح التطبيق يعني مثلا يطلب منك تسجيل دخول فلما نسوي تسجيل دخول اكو سيكريب برمجي يتم يقول لك اذا 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 الشي سيصير حتى يتم هذه العملية من خلال هذه الاكواد او خريطة البرمجية او خريطة الاكواد فهذا الشي يوجعني انه انا الذكرة السابقة بما انا حد لا اجربت النظام و اتمنى انه احصل على النسخة و اجربه و راح اجازب ايضا اطي معلماته ماكو اشكال بهذا الموضوع لكن بس حتى اوصل فكرة انه هذا النظام هو ريسكن للاندرويد وبشكل مختصر للناس اللي يعني ماذا يفتهمون الموضوع افصر لكم اياها بشغلة جدا بسيطة وهي هذا بيت اعتبره بيت العائلة او بيت العائلة او كي اجي ابنهم الله مكنه و كبر و رادي يزوج فما رادي يطلع من بيت اهله سوى بني غرفة فوق هذا البيت تمام لاحظ هذا فوق البيت سوى مشتمل احنا نقول بالعراقي بالنسبة للعرب ما يعرفوا شو مشتمل هو عبارة عن غرفة فوق سطح البيت ملحقة بسلم خارجي فقط فبالتالي هذه الغرفة راح تاخذ خدماتها من هذا البيت سوى كهرباء او ماء حتى ممكن ينزلون يتغدون سوى هو مرته بعد ان يتزوج فبالتالي هو هذا اللي سوتها هواوي سوت مشتمل فوق البيت الاساسي اللي هو مالاندرويد هذا بكل اختصار فللأسف هواوي قاعدة تحاول بس تخرج من العقوبات الامريكية لكن بهاي الطريقة راح تخسر هواية من متابعيها خارج الصين هذا النظام ممكن ينجح بالصين مثل ما هي ازالت خدمات جوجل سابقا من سنوات وتستخدم تطبيقات بديلة ولكن ايضا منسوخة بنفس افكار جوجل فما اعتقد لحد الان نظام ينافس جوجل او ينافس اي او اس بهذا الموضوع وهواوي ما راح تنجح بهذا النظام نهائيا واذا تنجح ممكن هذه نسخة بيتا نرجعنا شوي اللزق لهم اذا هذه نسخة بيتا نقول تجريبية ممكن بعدين طرح لنا نظام كامل بالفترة القادمة وكل هذا الشي ان شاء الله نوافيكم على القناة فبكل اختصار هواوي كذبت علينا نعم وكذبت علي حالنا في السن فتحياتي لكم حبيت اوضح لكم هذا الموضوع بشكل مختصر وسريع تايا تياتي